اشتركوا في القناة ينصب على الامن على حساب التنمية وهذا لا ينبغي فيجب ان يسير الاهتمام بالامن والتنمية في خط متوازن لمصلحة الشعوب ورخائها وضمان عيشها في بيئة مستقرة وشدد سموه على ان ما يزيد من اهمية التماسك وتضامن المجتمعي في هذه المرحلة الراهنة هو اننا نعيش في عالم متغير تقاربت فيه المسافات بسبب الانفتاح وملعبته دوات التواصل الاجتماعي كما نوى سموه الى ان مملكة البحرين في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه شاركت ولا تزال في كافة الجهود الاقليمية والدولية الرامية الى تحقيق الامن والسلام في المنطقة والعالم ايمانا منها بان الامن هو اساس كل نهضة وتقدم في كل مكان وكان صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الاقضابية عدد من افراد العائلة الملكة الكريمة وكبار المسؤولين حيث اتطرق سموه معهم الى الحديث عن عدد من القضايا الداخلية والخارجية واخلال اللقاء تبدل سموه مع الحضور التهاني بمناسبة شهر الرمضان المبارك مشددا سموه على اهمية الاستفادة من هذه الاجواء الايمانية في تعزيز التواصل بين ابناء المجتمع الواحد سائلا سموه الله عز وجل ان يعيد هذه الايام المباركة على مملكة البحرين ويتنعم بالخير والازدهار واشاد سموه بحرص البحرينيين على الحفاظ على العادات والتقاليد الراسخة في احياء ما توارثته الاجهال في التزاور والتراحم في ظل الاجواء الروحانية لشهر الرمضان الفضيلة والتي من شأنها ان تزيد اللحمة الوطنية وتعزز التماسك المجتمعية واشدد سموه على ان غاية ما يشغل سموه هو العمل من اجل خير الوطن ومستقبل المواطن مشيرا سموه الى ان جميع الجهود التي تقوم بها الحكومة غايتها الوصول بالوطن الى مراتب اعلى في مجال التنمية بمختلف ابعادها وفي شأن الخليجي اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهمية توحيد الرؤى والمواقف توجاه ما تمر به المنطقة من تغيرات متلاحقة والسبول الكفيلة بالحفاظ على امن واستقرار المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر